موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايزر أخري الأخبار أهم التسريبات أكيد وقت عادة في حلقة جديدة من موجز التكنولوجيا في حالة اليوم سنتحدث عن أخبار من شاومي أخبار من واوي نتحدث عن سامسونج وأكيد جاية أخرى فكرة الهواد في المنحنية أو القابلة للطيب اتحاولت في 2018 من مجرد خيالات وأفكار لحاجات بدأنا نشوفها فعاليا شوفنا عروض كثيرة من مصانعين الشاشات وشوفنا موبايل لو فاكرين كان اسمه فليكس بي كان بيجي مع شاشة منحنية ولكن كان كونسبت غريب شوية بعد كده طبعا شوفنا تطبيق سامسونج للفكرة لشكله خطير جدا ولكن لسه نعرفش عنه تفاصيل كثير وشركات كثير قبدت رغبتها في الدخول في نفس المجال زي واوي وغيرها كثير كمان ودلوقتي يجي الدور على شاومي نسمع بقى فترة طويلة ان شاومي يتحضر لجهاز مع نفس الفكرة ولكن تلوقتي فيه فيديو مصرب الفيديو من النظر الاولى بيوضع جهاز يبدو انه تابلت واستخدامه كأنه تابلت والسوفت وير يبدو سالس وشغال كويس جدا ولكن إذا فجأة بنكتشف ان هذا جهاز قابل للطي ولكن كمان للطي مرتين او من ناحيتين الفكرة اللي شاهدنا من سامسونج بالنعظم الشركات اللي عرضت نفس الفكرة قبل كده ان جهاز يتقفل على نفسه وزي الكتاب فكرة شاومي طبعا اذا كانت حقيقة اكيد مختلف عن شفنا قبل كده هنا واضح ان فيه مفصلين مش مفصل لواحد بس طبعا هو واضح شكل الجهاز من الوش وهو مفتوح ومتخيل برضه شكل الظهر هيكون عامل ازاي ولكن مش متخيله وهو مقفول شكل الظهر هيكون عامل ازاي يعني هيكون فيه جزئين من الشاشة وفيه خط تفاصلة بينهم ولا جزئين مراكبين على بعضهم هذا شيء ليس واضح بصراح طبعا في الوقت لا يوجد اي تفاصيل على الجهاز وزي ما انتو شايفين حتى الاضاءة حوالي تعتبر ظلام فمش باين حتى ملامح الجهاز شخصيا كل الباين هي الشاشة ودورته نفس اللي عملته سامسونج في المؤتمر اللي عرضت فيه الجهاز فوضح كده الجهاز كلها مازالت في مرحلة الكونسط مرحلة الفكرة مرحلة احنا بنحضر لحاجة عاملة كده ولكن لسه مش مستعدين نوريكوا التصميم وزي ما ظهركم واوي بتحضر الجهاز قبل الطاي لينوفو وفيه بيتنس شفناه قبل كده من ابل فوضح ان هنشوف الفكرة دي هتتكرر علينا السنة دي والعموم في مؤتمر قريب جدا لشاومي تريبا يوم 10 يناير هتبعن فيه ان ريدمي بقت شركة منفصلة او براند منفصل زي ما واوي عمل مع اورنر طبعا هنعرفين ان شاومي عندها بوكو او بوكو فون كبراند منفصل الوقتها سيكون ريدمي كبراند منفصل وشاومي هتركز على موبايلات مي هي هتبعن انتاج شاومي ديريكتلي او مباشرة والاشعاعات الموجودة حاليا بتقول ان اول موبايل هنزل من ريدمي كبراند منفصل سيأتي مع كاميرا 48 ميجا بيكسل هذه الاشعاعات الموجودة حاليا وزي ما تقول لكم ان شاء الله يوم 10 يناير سيكون الاعلان الرسمي ويمكن ساعتها نعرف معلومات اكتر عن الجهاز القبل الطاي من شاومي تسريبات اللي بعد كده من واوي وتحديدا عن جهاز انا عارفوا منتظر جدا من كتير منكم هو الواوي بي 30 وبناء على تسريبات المخططات وتصميم البي 30 هناك مصممين عملوا شكل 3D او رندر للشكل النهائي اللي ممكن يكون عليه البي 30 فعليا طبعا المي 20 برو كان واحد من احسن موبايلات في 2018 انا شخصين ديته لقب احسن موبايل في 2018 طبعا المنطقي والطبيعي ان واوي تستوحي او تستلهم حاجات من المي 20 وتنقلها في سلسلة البي جديدة وطبعا من النظر الاولى واضح ان فيه اختلافات في التصميم عن جيل اللي فات اولا النوتش في البي 20 لم يكنتش كبير قوي ولكن دلوقتي واضح انها تيردروب نوتش او الهاف سيركل حجم النوتش بقى اصغر بكتير نفس الكلام اكيد على البيزل السفلية اللي بقت اصغر بكتير من جيل اللي فات يمكن تكون حجمها متماشي او متماثل مع البيزل العلوية اللي فوق النوتش لكن يمكن اكبر حاجة بسيطة بالسلسل الجانبية تعتبر صغيرة جدا والشاشة دي على الفكرة المفروض حسب التسريبات تكون في حدود 6 انش واضح من الصور ان البي 30 مكمل مع الثلاث كاميرات الخلفية ولكن شكله في مكان واحد غير البي 20 اللي كان فيه كاميرا لوحدها بره الكاميرتين تانين طبعا واوي مستمر مع الالوان اللي بتتغير حسب الضوء كما ترى زراء الباور جاي بلون احمر زي ما شفنا في سلسلة البي 20 ملاحظة مهمة كمان من الصور ان لا يوجد بصمة لا يوجد غاز ولا يوجد غاز كما شفنا في البي 20 واضح كده ان البصمة هتكون تعمل من تحت الشاشة كما شفنا في سلسلة الميت ودي حاجة كويسة جدا طبعا من المتوقع جدا البي 30 ينزل مع بروسيسور كيرين 980 نفس برده كان موجود على الميت بالنسبة للكاميرات لا يوجد تفاصيل موجودة ولكن سبعنا تسريبات قبل كده ان واوي غالبا هتاخد السنسور الجديد من سوني اللي بيجي مع 38 ميجا بيكسل وغالبا اكيد برضو هنشوف قدرات الزوم القوية ويمكن كمان الالترا وايد انجل واكيد متحمسين نعرف معلومات اكتر عن بي 30 تيخ دائل الفترة القادمة ظاهرة الافراد او الشركات او الجهات اللي بتروج وتحاول تعرن لموبايلات اندرويد جديدة من خلال موبايلات ايفون على تويتر ظاهرة انتشرت جدا الفترة اللي فاتت وشوفناها حصلت كزا مرة من شركات كبيرة واتكررت كتير بصراحة صغيرة سيئة جدا يعني ما فيش اي منطق ولا مصداقية انت تكون بتعرن عن موبايل جديد المفروض ان انا متحمس لي وانت بتتكلم من موبايل ايفون خلاص يعني اكتب التويتر من اندرويد بعدين برجعتين الايفون مش منطقي واخر واقع حصلت في المواضيع دي مع شركة واوي اثنين من الموظفين في شركة واوي كانوا بيحضروا انهم يكتبوا تويتر عشان يعملوا تهنئة للناس بسنة 2019 ويحمسوا الناس بالمنتجات الجديدة وهكذا ولكن المشكلة الاساسية ان التويتر دي اكتبت من ايفون وطبعا بسبب الموضوع انترشر زي ما تلك الفترة اللي فاتت فالموضوع اطلقت بسرعة جدا والناس بدها تتكلم عن موضوع كتير جدا ونتيج كده وكرد فعل منطقي بصراحة واوي مسكت الانتين موظفين دول وقررت انها تعقبهم بانها تخفض روتبتهم في الشغل وتخفض منتباتهم كمان التبريل اتقال في الموضوع ان التويتر مش بيتفتح في الصين فالموظفين بيطروا يستخدموا VPN ولكن كان فيه مشكلة في الVPN فاللي كان موجود ساعتها جهاز ايفون مع سيم كارد من دولة تانية فكان بيفتح عليه تويتر فعشان كده نزل التويتر من ايفون كانت الاسباب انا شايف بصراحة الموضوع لازم بفعلا يتوقف انه اكيد محري جدا للشركات وبيضر بصمعة وشكل الشركات قدام الناس كثير من المشاهير جدا مؤخرا اتمسكوا هم بيعملوا نفس الحركة بيعلنوا لموبايلات اندرويد مشهورة جدا عن طريق هم يكتبوا تويتر من ايفون بصراحة سخيفة الخبر بعد كده من HTC و HTC للأسف في مأزق مبيعات وارباح HTC في تدني وانخفاض قوي جدا بقالها كذا سنة ولكن مع نهاية 2018 HTC وجدت اسوأ مبيعات او اسوأ ارباح في تاريخ الشركة في 2015 انخفاض كان 35% عن السنة قبلها 2016 كان 36% 2017 انخفض 21% و 2018 انخفض 62% عن 2017 رقم طبعا مهول في ملاقوقات HTC كانت تعتبر وحشة من لحوش اندرويد طبعا على عكس تماما للحصل دلوقتي HTC من فترة كانت قالت في 2019 هتنزل فلايكشيب جديدة وحتنزل موبايلات ميد رينج وتابعنا بصراحة الوضع لان بصراحة الوضع لان بصراحة عندها كثيرا ولكن محتاج تثبيتات ومحتاج افكار تتعدل لترجع تاني على المسار الصحيح نحاول بعد كده على سامسونج متحمسين جدا نحن نرى الجالكسي S10 في القريب العاجل ولكن ما رأيكم ترى صورة من دلوقتي نبقى لنا فترة نسمع التسريبات ونرى ريندرز ولكن دلوقتي هناك صورة حقيقية للجهاز شخصيا صورة او مش واضحة ولكن نقدر نعرف معلها معلومات مهمة اكيد اول حاجة من اللحظها في الصورة هي الكاميرا الموجودة في الشاشة الانفينيتي او دي سبليي نحس جمان البازل العلوية تعتبر صغيرة جدا يمكن متماشى مع البازل الجانبية وهناك بازل سوفلية موجودة لم يختفتش تماما ولكن حجمها اعتبر جيدا الصورة ليست واضحة ولكن طبعا نأخذ فكرة عن الشكل النهائي للجهاز مع الفكرة دي كمان في تسريب ان الجهاز سيدعم الشحنة السلكي العكسي زي ما رأينا في الميت وينتي برو اعتبر لطيفة لكي تشحن الساعة او تشحن السماعات طبعا نحن نحن في ثلاث نسخ ومن التسريبات الآخر الآن ظهرت احجام البطاريات على الثلاث نسخ احجام البطارية ستكون 3500 ميلي امبير 3500 ميلي امبير 4000 ميلي امبير احجام الشاشات تأكد كما قلنا قبل كده 6 و 1 و 6 و 4 خبر بعد كده عن بيودي باي اكبر يوتيوبر في العالم رجل قرب يوصل لثمانين مليون سبسكريبر يمكن في الوقت التفرج على الفيديو يكون وصل وعدة ثمانين مليون للمش متابع الموضوع في حرب شغالة بقى لها فترة بين بيودي باي وبين قناة هندية تي سيريز لعدد السبسكريبر تي سيريز هي قناة هندية بتارد اغاني وتترات الافلام والمسلسلات وعدد السبسكريبر فيها قريب جدا من بيودي باي يكاد يعديه ونتيجة المنافسة الشارسة جدا الفانز المجانين لبيودي باي حول العالم بدأوا يعملوا حملات قوية جدا عشان يشهروا بيودي باي اكتر ويخلوا الناس اكتر تشترك في قناته عشان يقدر يكسب تي سيريز التلفزيون وإعلانات في الراديو وإعلانات كبيرة جدا في الشارع وانا شخصيا شفت اعلان هنا في الكويت صورته وحطيت صورته على انستجرام قبل كده وكنوع من الترويج لبيودي باي في اتنين هاكرز عملوا اختراق لشبكات البرينترز في اماكن كتير جدا حول العالم البرينترز دي تشتغل واحدة وتضع ورق بيقول الناس اعملوا سبسكريب في قناة بيودي باي عشان يقدر يكسب القناة نفس الاتنين هاكرز دول ولكن حديثا جدا عملوا اختراق لجهزة كرومكاست كرومكاست هو جهاز من انتاج جوجل يتوصله بالتلفزيون لتشغل اي حاجة من موبايلك على التلفزيون مجموعة من الناس اللي عندهم كرومكاست حصل لهم هاك ولقوا فيديو يشتغل فجأة على التلفزيون بيروج ويقولهم ان هم يشتركوا في قناة بيودي باي الهاكرز دول بيقولوا ان هم مسالمين ويعملوا كده عشان يبينوا الثغرات الامنية في حاجات كرومكاست او في شبكات البرينترز ويرواجوا ليوتيوبر مفضل عندهم بيودي باي ولكن هذه كانت كل الاخبار اللي معين النهاردة لو عقابكم الفيديو لا تنسوش التعاجل عنيف لا تنسوش كمان ان سي اس خلاص على الابواب قدامه بس كام يوم سيكون فيه اخبار كتير عنيفة ومشوقة جدا فاكيد لا تنسوش تشترك في القناة وتشغيل برس التنبيهات لكي توصل لكم كل الاخبار الجديدة اول باول شكرا لكم في القناة سلام